اهلا بك عزيزين المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا خاطع صفير الزينة عايزين نتكلم عن البقدونس واهمية تقديمه لطيور الزينة ابقى معنا في الحقيقة ان البقدونس هو نبات عشبي بيزرع في مصر ولو العديد من الفوائد وعشان كده بيقبل المربين على تقديمه لطيور الزينة نظرا لاحتواء على العديد من العناصر الغذائية زي السهارات الحرارية المواد الكربوهيدراتية البروتين والدهون والالياف والسكريات كل دي عناصر موجودة في البقدونس كمان بيحتوي على فيتامين جيم وفيتامين باستة وفيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين كاف وبيحتوي على كلوين كمان البقدونس يعتبر من الغذاء اللي بيحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والعديد من المعادن زي الحديد والزانك والمانجانيز والنحاس والسيلينيوم بنقدمه لطيور الزينة لعدة اغراض اول حاجة تحسين عملية الهضم عند طيور الزينة ورفع الجهاز المناعي عندها وكمان بيعمل على طرد السموم ويحتوي على زيوت الطيورة بتخلص طيور الزينة من البكتيريا الامراض الضرة كمان البقدونس بيفيد في علاج الجهاز التنفسي عند الطيور المصابة بالتهاب الشعب الهوائي البقدونس مفيد جدا للطيور المصابة بالامساك ونظرا اللي احتوى على البوتاسيوم بيهدي من روع الطيور اللي حاسة بالخوف او الهلع وكمان بيهتوى على الكلسام اللي بيسادي عاية تكون عن قوض البيض وتقوية اشرط البيض والمنقر والضوافر كمان يعتبر فاتح للشهية عند الطيور اللي شهيتها مفقودة البقدونس بيحفز على نموه الريش وبيحفز على معانه وابا